مرحبا اليوم رح نعمل المقلوب عندي هون دجاجة كاملة مقطعة على اربعة رح ابدأ اني اطبخ فيها طبعا في اكتر من طريقة في ناس بيحبوا يجلوها مع بصل وبهرات ويغمروها بالمي او انه تغمروها بالمي وبعدها تستنوا الزفرة لتطلع وتشيل الزفرة وبعدها تضيفوا الاشياء اللي رح نضيفها والمطيبات انا هون اغمرتها بالمي واستنت الزفرة لتطلع وبلشت اشيل الزفرة طبعا هاي الخطوة مهمة كتير كتير لانه ما بدنا المرق يكون كله زفرة ومش زاكي فراح شلتها وبدأت اني اضيف البصل والثومة وورق الغار وحبهال وقرنفل وطبعا طبعا مهم هاي الشغلات اني نضيفهم لانه هي رح تعطينا نكهة منيحة لمرق الدجاج ولا تنسوا اني رح نطبخ فيه المهم رح نتركها لا تستوي ومن بعدها رح ابدأ اني احضر الخضرة طبعا انا ما صورت بالتفصيل وانا بحضر في الخضرة بس بشكل عام استعملت بطاطا وجزر وبطينجان من بعدها طبعا بعد مستوى الدجاج انا شخصيا بحب اني احمر الدجاج لاني بحس انه النكهة طبعا تطلع زاكية كتير بشوية زيت طبعا في صحن اضفت زيت وشوية زاتون وشوية بهارات بدأت اني اوزع في البهارات هاي على الدجاج بالفرش هاي لاني بحب انه بحس انه بيتوزع اكتر وبيطلع على كل الاماكن بس طبعا انا مرات برش شراش المهم رح اوزع البهارات زي ما انتو شايفين وابدأ احمر بالدجاج طبعا هاي الخطوة اختيارية لكن انا بحب اني اعملها لانه بحس انه نكهة المقلوبة بتطلع اسكى من انه يكون هيك بس مصلوق صلق من بعدها طبعا رح ابدأ احضر في الروز طبعا انا استعملت روز بسمتي وبحب اني ابهر الروز يعني ما بحب اني احط البهارات على المي لأنا بحب اني ابهر البهارات اللي بتكون بودرة على الروز والبهارات اللي بتكون الصحيحة على مرق الدجاج طبعا كل الابهارات رح اتركلكم اياها تحت في تحت الفيديو في الديسكريبشن وهنا اضفت شوية زيت وبدأت اني احرك فيه طبعا من بعدها رح نبدأ انركب المقلوبة بالنسبة لتركيب المقلوبة طبعا كل واحد بحب يركبها بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة انا بدأت اني احط البطاطا والبتنجان والجزر وهيك زي ما انتو شايفين طبعا هون بعد ما ارتب الخضرة رح ارتب الدجاج اللي حمرته ومن بعدها رح اصفت الروز فوقيها رح اركب الروز فوقيها ورح اغمرها بالمي طبعا ما تكترو مي بس لحد ما يتغطي الروز لحد ما يتغطي الروز ومن بعدها طبعا تغلى ويتشرب الروز المي ومن بعدها رح اوط النار واتركها تستوي على نار هادية طبعا هاي كانت النتيجة النهائية طبعا زي انتا باللوز مقلي اه بتمنى اني يكون عجبكم الفيديو اذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بقناتي لايك وشير للفيديو في امان الله